تمكنت الحماية المدنية بالاسكندرية من استخراك سلاسة اشخاص من تحت الانقاض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الاعزاء بعد انهيار عقار مكون من اربع طوابق في الورديان بحية غرب الاسكندرية وتم نقلهم الى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم وجار البحث عن اخرين تحت الانقاض من قبل قوات الحماية المدنية كانت منطقة الورديان التابعة لحي غرب محافظة الاسكندرية شهدت انهيار عقار بشارع متفرع من شارع البيهقي خلف شجرة الضر وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية والتنفيذية لمحل الوقع البداية عندما طلقت الاجهزة الامنية بمدرية امن الاسكندرية اختار من قسم شرطة مين البصل بلاغا يفيد بنهيار عقار في دائرة القسم وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وترافق قوات الحماية المدنية والسيارات الاسعاف فيما اوضحت بعض المصادر انه تم استخراج اربعة اشخاص بينهم طفل من قاطيني العقار وتم تحويلهم الى المستشفى للعلاج نسأل الله السلامة وتواصل رجال الحماية المدنية بالمحافظة عن اشخاص علقين اسفل العقار بمعدتها ووضع الحواجز الحديدية لمن اقتراب المرة والمواطنين امام العقار حفاظا على سلامة الارواح اعزائي المتابعين كده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بامان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة